من واشنطن مراسل الحدث بير هانم ينضم إلينا مرحبا بك بير ما هي المعلومات المتوفرة لدى القرار الأمريكي الإدارة الأمريكية المسؤولين للأمريكيين فيما يخص ما تعتزم إسرائيل القيام به من رد على إيران هناك شبه صمت لدى الأمريكيين حول ما يريدونه وما لا يريدونه كان من المستغرب جدا صباح هذا اليوم أن كل البرامج السياسية الأمريكية لم يكن فيها أي مسؤول في الإدارة الأمريكية لا وزير الخارجية ولا وزير الدفاع ولا المتحدث باسم مجلس الأمن القومي وليس هناك أي مسؤول حتى ولا أي بيان عن اتصالات ما نعرفه بشكل عام هو أن الإدارة الأمريكية لا تريد أن تصل الأمور بين إسرائيل وإيران إلى درجة من الفوضى التي تضطر الولايات المتحدة الأمريكية أن تتعاطى معها أي هذه الفوضى وبالتالي نحن نفهم أنه خلال الساعات 48 الماضية كان هناك عدد كبير من المسؤولين الأمريكيين بعيدا عن الأضواء يتحدثون إلى المسؤولين الإسرائيليين ربما يكون أول ثمرة لهذه الاتصالات هو أن وزير الدفاع الإسرائيلي سوف يكون في واشنطن للقاء وزير الدفاع الأمريكي بعد يومين أي يوم التاسع من هذا الشهر تاريخيا عادة هذا ما يحدث الأمريكيون يقولون للإسرائيليين نحن نساعدكم في الدفاع عن أنفسكم نعطيكم السلاح الذي تحتاجونه ولكن لا نريد من إسرائيل أن تجر الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص والمنطقة أيضا إلى حالة من الفوضى طيب ماذا كذلك بير أريد أن أسألك عن المساعدة العسكرية الأمريكية إلى إسرائيل في هذا الشأن هل تمت أخبار في هذا الخصوص؟ لا أعتقد أن الأمريكيين سوف يصرحون أو يفعلون أي مساعدة تسهل للإسرائيليين الهجوم على أهداف في إيران خصوصا إن كان ذلك الأهداف النووية السبب هو أن الأمريكيين لا يرون أن قصف المفاعلات النووية أو المنشآت النووية الإيرانية سوف يصل إلى أي نتيجة فهذا لن يمنع الإيرانيين من إيصال السلاح إلى الميليشيات التابعة لهم في العراق وفي سوريا وفي لبنان لن يساعد ذلك أيضا في القضاء على البرنامج النووي الإيراني ولن يساعد أيضا في عدم قصف إيران لإسرائيل بالصواريخ في وقت مختلف وبالتالي يريد الأمريكيون أن يلجموا إن صحى التعبير التصرفات الإسرائيلية يعتبرون بدون شك وهذه تصريحات رسمية أن من حق الإسرائيليين الرد ولكن بشكل خاص هم يرون أن أي رد إسرائيلي هو من حق إسرائيل ولكن ليس من حق إسرائيل أن تجر المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية إلى فوضى لا يستطيع العالم العربي أو الولايات المتحدة الأمريكية أن يتحمل نتائجها شكرا جزيلا لك من واشنطن مرسل حدث الزميل بيرغانم على كل هذه التفاصيل شكرا جزيلا لك